موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بجميع متابعي فضائية العراق التربوية وطلابنا الأعزاء طلاب الثاني متوسط ويجدد اللقاء بكم حبابي بمادة الاجتماعيات اليوم إن شاء الله رح نكمل أنا وياكم اليوم إن شاء الله رح نكمل الأقاليم المناخية بس قبل ما أبدي بأقليم مناخي جديد خلي شوية أراجعكم بالدرس السابق وين وصلنا وشنو اللي أخذنا انتهينا بالدرس السابق بأقليم المناخ الصحراوي وش قلنا عليه قلنا هو أوسع الأقاليم المناخية اللي موجودة وجينا حتشينا عن درجة الحرارة وانته قلنا درجة الحرارة عالية بالصيف وتكون أقل بالشتاء والأمطار قليلة وبين نبات طبيعي النبات الطبيعي شبي كيف نفسه للظروف الصحراوية اللي هي درجة الحرارة عالية والأمطار تكون قليلة شوان كيف نفسه؟ كيف نفسه إنه المي يخزنه عن طريق سيقانه وجذوره أو مرات يتحول الأوراق إلى أشواق مثل عندنا العقول هذا انتهينا بالدرس الماضي بالمناخ الصحراوي اليوم إن شاء الله راح نكمل آن وياكم بقية الأقاليم المناخية وهس راح نبدي بإقليم المناخ المداري المطير قبل ما أبدي أشرحكم يا خلوا ببالكم ثلاث معلومات من تبدي تأخذ الأقاليم أول معلومة قولهم وين يقع وين صاير اثنين تبدي تحكي عن درجة الحرارة والأمطار ثالث معلومة بنبات طبيعي هذن ثلاثة أحفظهم حتى ما تقدر يصير عندك التباس وين وصلت وهذا وين صاير لا تبدي وين صاير هذا الموقع بعدين تحكي على درجة الحرارة والأمطار بعدين تشرح لنا شنو به نبات طبيعي راح نجي هسا قلنا شنو عندنا المناخ المداري المطير هذا المناخ يقع وين احنا قلنا نبدي يقع وين بالأقسام الجنوبية بالعالم العربي يعني وين تحديدا بالأقسام الجنوبية تعالوا وياي بالشاشة خل أراويكم تحديدا وين صاير بالأقسام الجنوبية احنا قلنا صاير بالأقسام الجنوبية هاي الأقسام الجنوبية متمثلة وين بوسط السودان وين قلنا في وسط السودان وبعد وين صايرا صايرا هنانا في جنوب وهنا موريتانيا جنوب الصومان وجنوب غرب شبه الجزيرة العربية يعني وين بالضبط باليمن والأقسام الجنوبية من مرتفعات الحجاز هسه هذا شنو قلنا وين يقع رح نجي نحكي آلي وياكم على شنو هسه قلنا على درجة الحرارة وعلى الأمطار درجة الحرارة هنا المدى الحراري ما تشرح يكون رح يكون قليل يعني شنو من يجيك سؤال هنا تجي تشوف وتتقول المدى الحراري ست يعني شنو المدى الحراري المدى الحراري من تسمع هاي الكلمة يعني الفرق بين درجات الحرارة بين الصيف وبين الشتاء نجي نشوف هذا الاقليم شبيه المدى الحراري ما تقلنا قليل وين بالجنوب بس يتسع وين كل ما احنا وصلنا للشمال درجة الحرارة بهذا الاقليم شبيهة درجة الحرارة هذا أقل من درجة حرارة المناخ الصحراوي شنو السبب يجيك شنو السبب يجيك علل ليش هذا او السبب انه درجة حرارة اقل من المناخ الصحراوي خاصة بالصيف تحديدا بالصيف تقول لي لانه تسقط الانطار شنو السبب تسقط الانطار رح نجي سعالوا اياكم هذا اللي حجيته تعالوا ايايا على الشاشة احنا ذكرنا قبل شوية وين صار احنا قلت تقول بعضيانش تحشون تحشون على درجة الحرارة قلنا هذا المدى الحراري مرته قليل قلت لك من تسمع المدى الحراري يعني الشخص دبيه يعني الفرق بين من درجات الحرارة بين الصيف وبين الشتن المدى الحراري قليل وين بالجنوب من هذا الاقليم بس يتسع وين يتسع من انتجه للشمال قلت لك قبل شوية يجيك هنا يقول لك علل شي يقول لك اقليم المناخ المداري اقل حرارة مين من اقليم المناخ الصحراوي صيفا التشرح الجاوبة يا بطل تقول لي بسبب سقوط الانطار لكن احنا هنا هذا عندنا احنا قلنا الجواب بسبب سقوط الأمطار لكن هذا نفسه ممكن يجينا على شكل هذا الجواب يجينا تعليل هذا الجواب ممكن يجينا تعليل احنا قلنا بسبب سقوط الأمطار ممكن هذا الجواب نقول ليش أصلا هي ده تسقط الأمطار بالصيف غيره أكو سبب يخليها تسقط بالصيف نقول ليه أكو سبب هو شنو يتأثر بالرياح الموسمية بمن يتأثر بالرياح الموسمية يعني هنا حبايبي شنو صار عدنا هسه هنا صار عده تعليل ثاني شي يقول هذا التعليل هذا التعليل يقول لنا يتركز سقوط الأمطار هذا رح يصير علة سقوط الأمطار بالإقليم يا إقليم يدي نحكي عليه المداري بفصل الصيف الجواب التش رح تقول لي يا بطل تقول لي لتأثير الرياح الموسمية هسه رح نيجي على الأمطار الأمطار هنا اش قد كمية المطار رح يسقط هنا يسقط الأمطار حوالي 500 ملي متر مكعب ويقل كل ما احنا نتجه للشمال اش قد كمية المطار كمية الأمطار 500 ملي متر مكعب وتقل قد لك كل ما احنا نتجه وين للشمال هسه احنا طينا معلومتين مثل ما حتشين الموقع ودرجة الحرارة والمطار رح نيجي عليه من هسه رح نيجي على النبات نشوف هذا الإقليم شنو بيه من نباتات هذا الإقليم بيه الحشائش الطويلة شي يطلقون عليه يطلقون عليه السبانة بس يتعالى الحشائش الطويلة لا بعد أكو أشجار وأكو حشائش متنوعة نرجع النبات الطبيعي بهذا الإقليم شنو نقولنا النبات الطبيعي بهذا الإقليم هو الحشائش الطويلة يجيك شنو اسمها هاي الحشائش الطويلة فراغ تقول له السبانة بعد بس الحشائش الطويلة قلنا لا أكوياها بعد أشجار هاي الأشجار الشوكية مثل مين هاي الأشجار الشوكية أشجار الطلع اللي شي طلعون منها يستخرجون يستخرجون منها الصمق وأيضا تنمو حشائش متنوعة وهاي الحشائش شبيه هاي الحشائش تتباين بالكثافة مالتها ليش تتباين بكثافتها حسب كمية الأنطار اللي رح تسقط هذا شنو كان قدنا حبايبي خلصنا قلنا ثلاث معلومات وين صاير هذا الإقليم وبعدين قلنا نحكي على درجة الحرارة والأنطار وبعدين نحكي على النبات الطبيعي من تحفظ لني لتلافع بعد أبد ما رح تدوخ بالجواب هسه ورما خلصنا نعني هذا الإقليم رح نروح إلى إقليم آخر إلى إقليم آخر هذا الإقليم هو إقليم المناخ الإسجوائي هذا الإقليم رح نجي أول مرة وين صاير أو يقع هذا الإقليم يقع في أقصى جنوب الصومال بعد والمناطق القريبة من خط الاستواء هذا ممكن يجيك فراغ يقع الإقليم المناخي في أقصى فراغ جنوب الصومال والمناطق القريبة من فراغ دائرة خط الاستواء خلصنا وين يقع رح نجي شنو رح نجي على الحرارة والأمطار هذا الإقليم المناخي يتبيز بقلة المدى الحراري السنوي ودرجة الحرارة مالت هذا الإقليم أقل من إقليم المداري يعني هذا شنو رح يجينا تعليل ليش هذا الإقليم أو السبب هذا الإقليم درجة حرارته أقل من الإقليم المناخي المداري تقول لها أول شيء أكو مطر اثنين الرطوبة كلش عالية اثنين تقول لها أكو غيوم هاي الغيوم من موجودة شرح تسوي وأكو شمس تمنع الشمس أنه تخترقها وتوصل إلى سطح الأرض خلال ساعات النهار تعالوا سسوينا على شكل قصة هسوين رح نروح رح نروح للشاشة أقول لك من يجيك هذا التعليل شون يجيك السؤال وشون رح تجاوب عليه قلنا إذا يجينا هذا التعليل شنقول نقول هذا الإقليم هنا عدنا علل هذا الإقليم المناخ الاستوائي أقل حرارة من إقليم المناخ المداري شرح يكون الجواب تقول لها بسبب مثل ما قلنا سقوط الأمطار خلال ساعات النهار اثنين ارتفاع نسبة الرطوبة الجوية ثلاثة قلت لك ظهور الغيوم الكثيفة هذه الغيوم رح تمنع شعة الشمس أنه توصل للسطح الأرض في ساعات النهار رح نجي علي من هسه النبات الطبيعي النبات الطبيعي بهذا الإقليم اللي هو إقليم المناخ الاستوائي بي من يتمثل؟ أحسنت يا بطل يتمثل بنمو الغابات المدارية وشبه الاستوائي الكثيفة والمتنوعة اللي تكون دائمة الخضرة إذن إقليم المناخ الاستوائي وين صاير؟ بجنوب الصومال والمناطق القريبة من خط الاستواء اثنين شنو قلنا؟ قلنا هذا أقل حرارة من المناخ المداري شنو السبب قلنا؟ بسبب سقوط الأمطار والرطوبة العالية وأيضا قلنا الغيوم الكثيفة اللي تمنع عشاعة الشمس أنه توصل إلى سطح الأرض خلال ساعات النهار وذكرنا النبات حبايبي اللي موجود بهذا الإقليم لهنا انتهت الأقاليم المناخية اللي موجودة بالعالم العربي هسا رح ننتقل آن وياكم إلى موضوع جديد على شنو يحكي هذا؟ عن الموارد المائية شنو يحكينا هذا الموضوع؟ عن الموارد المائية الموارد المائية الشخصة بيها ممكن يجينا على شكل تعريف نقول له هاي الموارد المائية هي جميع مصادر المياه اللي موجودة بالعالم العربي هذا إذا يجينا تعريفه جميع مصادر المياه اللي موجودة وين؟ اللي موجودة بالعالم العربي ومصادر المياه طبعا هي أنواع المياه من يجينا لو يجينا من المطر والثلج الذائب لو يجينا من مين راح يجينا أيضا من المياه الجوفية ويجينا من المياه هنانا عندنا السطحية المتمثلة بالأنهار والبحيرات إذن حبايبي إذا يجيكم سؤال يقول لك عرف لي المياه ويقول لي شنو أقسامها إذا نجي هسا راح نعرف آلي وياكم الموارد المائية الموارد المائية من يجينا تعريفها شنقول هي جميع مصادر المياه المتوفرة ضمن حدود العالم العربي خلص التعريف راح نجي إلى أقسام مالتها أولا الأمطار الساقطة والثلوج الذائبة اثنين المياه السطحية شنو يعني مياه السطحية هنانا الأنهار والبحيرات ثلاثة المياه الجوفية الباطنية اللي هي مخزونة ببطن الأرض ثلاثة المياه الجوفية الباطنية يعني اللي ما ظهرة على سطح الأرض لا وين اللي مخزونة بداخل بطن الأرض هسا عرفنا الأقسام راح نجي آنوا ياكم واحد واحد راح نشرح عليه أول ما بدينا حتشينا على شنو قلنا الأمطار والثلوج الذائبة راح نجي نشرحها أول مرة إلها راح نبدي بيها هي شنو المياه احنا نعرف هاي الأمطار اش بيها؟ هاي الأمطار الساقطة تحتها تختلف طبعا من المكان إلى آخر وين بالعالم العربي؟ شلون؟ نشوف حوالي ميتين إلى ألف ملي متر مكعب هاي وين تسقط الأمطار؟ الأمطار السنوية تسقط بالعالم العربي جيد من ميتين إلى ألف ملي متر مكعب وين هاي الكمية؟ هاي بالمناطق الساحلية والجبلية اش قد المساحة اللي تسقط عليها ميتين إلى ألف ملي متر مكعب المساحة هي عشرين بالمية لعد ستة لثمانين بالمية الباقية اش قد يسقط عليها؟ النسبة الباقية اللي هي جقاد إحنا قدنا هنا عشرين يعني بقان نشقيل بقان نثوانين تستلم كمية أمطار تقل عن 200 ملي متر مكعب يعني المطر مالتها قليل وين صايرة هاي؟ هاي صايرة بالمناطق الهضبية والصحراوية هاي الأمطار اللي حتين عليها اللي تسقط والثلوج الذائبة شبيهة سواء كانت داخل حدود الوطن العربي أو خارج حدود الوطن العربي هي اللي تغذي الأنهار بالمياه هذا هاي اللي حتين عليها أمطار أو ثلوج ذائبة شبيهة سواء كانت داخل حدود الوطن العربي أو خارج حدود الوطن العربي هي اللي تغذي الأنهار السطحية بمن؟ بالمياه هاي أول شي عرفنا الأمطار والثلوج الذائبة رح ننتقل إلى القسم الثاني اللي قلنا عليه هو شنو قلنا المياه السطحية اللي هي شنية الأنهار والبحيرات حبايبي وراء ما خلصنا رح نجي هسه على الأنهار أدنى والبحيرات اللي هي المياه السطحية هاي المياه السطحية بالعالم العربي تنقسم إلى مجموعات شنية هاي المجموعة؟ أدنى هاي الأنهار تنقسم إلى مجامية شنية هاي المجامية؟ هنانا أدنى المياه أول شي أدنى مياه الأنهار الطويلة واثنين أدنى مياه الأنهار القصيرة وعدنى مياه الأنهار الداخلية وعدنى مياه البحيرات هاي الأقسام مالته هسه رح نجي آن وياك للشاشة نشوف كل وحدة من هاي المجموعة شنو بيها من أنهار وراء ما نشوف آن وياك هاي الأنهار رح نأخذها بسرة كل نهار ونحكي عليه على صبحة رح نجي آن وياك نشوف هاي المجامع شنو بيها أول ما ندي بيما بالأنهار الطويلة رح نشوف شنظم رح نجي المجموعة الأولى اللي هي مجموعة الأنهار الطويلة شنظم قلنا نهري دجلة والفرات والنيل هاي منه؟ هاي الأنهار الطويلة قلنا أكو قسم ثاني اللي هو منه؟ الأنهار القصيرة هاي الأنهار القصيرة شنظم؟ الضم أنهار بلاد الشام أنهار المغرب العربي وأنهار الصامات هسا ست بعد قلت يا أدنى أنهار داخلية شنو هاي الأنهار الداخلية؟ هاي الأنهار الداخلية هي نهري الأردن وبردن بعد قلنا أدنى بحيرات هاي البحيرات بالعالم العربي وفاي بحيرات أكو مثل منو؟ مثل بحيرة طبرية ونو والعنق والطبقة والحبانية والثرثار وغيرها من المحيرات هاي قلنا الأقسام مال المياه السطحية أول شي أنا قلت لكم راح نعددها وبعدها نرجع ناخذ كل نهر أول شي قلنا مجموعة الأنهار منه الطويلة العالم العربي به هوية من الأنهار لكن الأنهار الطويلة اللي تصريف المي مالتها حوالي جيد 80% من كمية الأنطار السطحية اللي موجودة وين اللي موجودة بالعالم العربي من هيست هاي الأنهار الطويلة نهري الدجلة والفرات وروافدهم اللي وين موجودين بالعراق وسوريا وبعد نهر النيل والروافد مالتها نهر النيل والروافد اللي موجودة وين موجودة في مصر والسودان لسه عرفنا منه عرفنا هاي الأنهار الطويلة رح نجي ناقل كل نهر ونشوف التفاصيل مالته شبين ينبع شون يجري شنو السدود اللي بي رح نبدي آنوا ياكم أول مرة رح نبدي بنهر الفرات أول ما نبدي بالأنهار الطويلة قلنا اللي يشمل هو نهري دجلة والفرات ونهار النيل رح نبدي حبابي أول مرة بنهر الفرات نهر الفرات ينبع من من الأراضي التركية اللي وين صايره؟ اللي صايره بي بحيرة ون والبحر الأسود شرقي تركيا وهذا يتكون من منابع العليا من رافدين شنو هاي الروافد مالته؟ هي فراتسو ومراتسو هذول الاثنين فراتسو ومراتسو وين يلتقون؟ هذول يلتقون عند مدينة كيبان وين صايرها هاي مدينة كيبان؟ هاي صايره بتركيا وبعديين نشوف هذا النهر اش بي؟ رح يدخل الاثنين قلنا بتركيا سوين رح يدخل؟ رح يدخل بالعالم العربي من يدخل بحدود العالم العربي وين؟ عدياء أراضي رح يدخل بالأراضي السورية وين بالأراضي السورية؟ بيا مدينة؟ بمدينة جرابس وبهاي المنطقة رح تصب بمجموعة من هاي الروافد النهرية تعالوا حبايبي خلي نشوف شنو هاي الروافد هي نهرين بليخ والخابور بعدين رح يستمر رهر الفرات يجري وين يروح؟ باتجاه جنوب شرقي بالاتجاه الجنوب الشرقي رح وين يدخل؟ رح يدخل الأراضي العراقية وين يدخل الأراضي العراقية؟ إذ يا مدينة إذ مدينة القائر بعدين رح يجري النهار ويوصل إلى وادي ضيخ بعدين يوصل إلى مدينة حديثة هنا بمدينة حديثة سووا سووا هنا على المجرمات سد حديثة بعدين هذا النهر رح يجري ويوصل وين؟ إلى السهل الرسوبي هنا سووا مجموعة من من السدود ليش سووها؟ السبب حتى ينظم المياه ودخولها إلى الجداول الفرعية من هاي السدود هي سد الرمادي وسدة الفلوجة وسدة الهندية وبعدين يتجه الفرات جنوبا حتى يدخل إلى هور الحمار إذن قلنا يوصل للمنطق قلنا التركية بعدين وين يروح؟ يروح للعالم العربي وين بالعالم العربي؟ قلنا بالأراضي السورية بيا مدينة بمدينة جرابلس وبعدين يظل يجري وتوصل به هنا للصب مجموعة من الروافد النهرية قلنا شنية هاي الروافد؟ نهري البليغ والخابور ويستمر بالجريان إلى أن يوصل باتجاه جنوب شرقي هنا رح يدخل الأراضي العراقية قلنا بيا مدينة مدينة القائل قلنا يستمر هذا بوادي ضيق بعدين يوصل المدينة حديثة هناك سووا على المجرمات تسد وسموه سد حديثة بعدين رح يدخل أراضي السهل الرسوبي وهنا سووا مجموعة من السدود السبب حتى ينظم المياه ومن تدخل إلى الجداول الفرعية شنو هاي السدود؟ سدة البرومادي ممكن تجيك فراغات سدة الفلوجة وسدة الهندية وبعدين يتجه جنوبا ليدخل نهر الفراط إلى هور الحمار وبعدين من يدخل إلى هور الحمار خل أكبرها حتى صير عدكم واضحة أكثر قلنا رح يدخل إلى هور الحمار وهنا رح يخرج منه بمخرجين الأول هو شنو؟ شمالي يتقي بنهر تجلة وين؟ أد مدينة قرمة الثاني وين؟ الثاني جنوبي يتصل بيمن؟ بشط العرب وين يتصل بشط العرب؟ أد مدينة قرمة علي اثنينات هم ذولة إش رح يكونوننا؟ رح يكونوننا شط العرب إش قادي يبلغ طول؟ هذا شط العرب طول نهر الفرات 180 كيلو متر واللي يصب وين بعدين؟ طبعا شط العربي يصب بعدين وين؟ بالخليج العربي يعني نهر الفرات شو يعتبر من الأنهار الطويلة والدائمة الجريان بالعالم العربي؟ يبلغ طولة من المنبع اللي حتشينا عليه فراسه ومراسه حتى التقاء بنهر دجلة بقرمة علي ألفين وتسعمية وأربعين كيلو متر أذن وراها قلنا شنو؟ سدة الرمادي والفلوجة والهندية قلنا بعدين رح يدخل بالجنوب إلى هور الحمار ويخرج منه بمخرجين الأول شمالي قلنا يتقي بنهر دجلة عنده مدينة القرنة والثاني جنوبي قلنا يتصل بشط العرب عنده مدينة قرمة علي وبعدين يكونوننا اثنيناتهم شط العرب اللي يبلغ طولة 180 قلنا كيلو متر واللي يصب وين بالأخير قلنا؟ بالخليج العربي يعني شو اعتبر هالس الفرات من الأنهار الطويلة؟ مو بس طويلة لا دائمة الجريان بالعالم العربي اش قلت يبلغ طولة من المنبع اللي قلنا العليا هي فراسه ومراسه وحتى التقاء بنهر دجلة بقرمة علي ألفين وتسعمية وأربعين كيلو متر هذا كان قدنا نهر الفرات اللي قلنا يعتبر من الأنهار الطويلة وسريعة الجريان في العالم العربي هسا وحبايبي ورما خلصنا نهر الفرات رح ندخل بنهر دجلة يلا ويايا حضر نفسكم لهاي الرحلة لانه رح نروح النهر هنا قدنا دجلة نهر دجلة مين ينبع نهر دجلة ينبع من الأراضي التركية اللي محيطة ببحيرة يا بحيرة بحيرة كورجيك هاي وين صايرة؟ الواقعة جنوب شرق تركيا يتكون من مجموعة روافد شنو الروافد؟ الرافدين هما بوتانسو وبوتمانسو بعدين النهر رح يجري بأرض متموجة باتجاه جنوب شرقي رح يدخل وين؟ رح يدخل بالأراضي العراقية بيا قرية؟ قرية فيش خابور؟ هنانا رح نصب بيه مجموعة من الروافد اللي يتغذي بالمياه ما ينبع من الأراضي التركية ومنها ينبع مين؟ من الأراضي الإيرانية منه هذا؟ رافد الخابور والزاب الكبير يعني الأعلى ورافد الزاب الصغير الأسفل ورافد العطيم وأخيشي أنه رافد ديالة وراح نشوف أقيمة هنا على مجرى العديد من السدود ومشاريع الخزن والإرواء الكبرى بالعراق شنية هاي السدود؟ هسا احنا قلنا سدود شنية هاي السدود؟ سد الموصل وسد دوكان سد دربندخان وسد سامراء وسد الكوت بعدين راح يطل يستمر نهر دجلة بالجريان مالتة باتجاه الجنوب راح يمر بيمن راح يمر بمدينة الكوت والعمارة وراها راح يلتقي وهي المخرج الأول الشمالي له الفرات اللي تحدثنا قبل قليل عليه اللي يخرج من هور الحمار قد مدينة القرنة ويكونون الثياناتهم قلنا مجرى شط العرب اللي يصوب وين قلنا؟ بالخليج العربي يعني شو اعتبر دجلة؟ من الانهار الطويلة بالعالم العربي شقد يبلغ طولة من المنابع الرئيسية بالأراضي التركية والسورية مروراً بالأراضي العراقية حث ملتقى بالفرات قد مدينة القرنة بنحو 1900 كيلومتر والمسافة اللي يقطعها بالأراضي العراقية شقد 1418 كيلومتر يعني نهر دجلة يكون أقصر من نهر الفرات لكن مياهها شبيهة مياهها تكون أسرع جريان حبايبي لهنا انتهى درسنا لهذا اليوم على أمن ألتقيكم بدروس أخرى نمتم في أمان الله وحفظه اشتركوا في القناة